في مبنى اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءة انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة عدن أصدرت اللجنة تقريرها الرابع المتمثل عن نتائج التحقيقات خلال فترة زمنية حددت بسبعة أشهر تصدرت أبرز تلك الانتهاكات تجنيد الأطفال وتفجير البيوت من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية حوالي عشرين نوع من أنواع الانتهاكات وأهمها هو استهداف المدنيين الذي يغطي الحيث الكبير للتقرير باعتبار من الانتهاكات الأكثر خطرا وأكثر ضررا من حيث عدد الضحايا من حيث التدمير من حيث الخطر على المواطنين وهناك تجنيد الأطفال والذين ينفردوا فيها جماعة الحوثي وكذلك تفجير المنازل والقاتل خارج من ضاق القانون اللجنة توثقت أكثر من خمسة آلاف حالة انتهاك في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية تمثلت في الاعتقال التعسفي والتهجير القسري والتعذيب داخل السجون في التقرير توضيحات كثيرة بأن معدل الانتهاكات بالفعل كبير في نتائج تحقيقات للانتهاكات التي مست الأطفال من خلال تقنيد الأطفال أو استهداف المدنيين فيه أيضا توضيح الانتهاكات التي طالت النساء من خلال التهجير القسري وتفجير المنازل وبالتالي تحولهن بعد ذلك إلى نازحات في مخيمات غير آمنة وغير صالحة للعيش الإنساني وشمل التقرير مرتكبته الميليشيا الانقلابية الحوثية بزراعة آلاف الألغام وقتل الأبرياء إلى جانب القتل خارج نطاق القانون وطالبت اللجنة منظمات المجتمع المحلي والدولي المساهمة في وقف تلك الانتهاكات وتحسين حقوق الإنسان في اليمن انتهاكات كثيرة ارتكبتها ميليشيا الانقلاب الحوثية ضد المدنيين هذا ما تؤكده المنظمات الحقوقية والإنسانية والتي طالبت الميليشيا التوقف عن تلك الانتهاكات عبد الفتا غلاب لبرنامج المشهد اليمني عدن